بنتك تعبانة هتاخد حقنا كل يوم لمدة أسبوع قدي لها فلوس عشان تاخد الحق جيب لها موبايل بقى من أبو سبع كاميرات عشان ترضى تطلع إيد الدكتور من بوقها امضلها بقى الشيك على بياط عشان تبطل لا لا ما تعيش ما تجيب له عصير أنا ناس وحد يعمل له مساج بالمرة ممكن حضرتك نخص؟ ابنك على ما تربيه ولأ جزيك على ما تعوده دي مش معنا دا نعمله في فيديو تاني احنا في ابنك على ما تربيه دلوقتي عشان ربي ولادنا لازم يبقى معنا العدة اللي هنشتغل بيها زي ما قد أدوات التربية خدها قاعدة عامة مدام الطفل عمل حاجة غلطة يبقى أكيد لها سبب وعشان تعرف السبب لازم تبطل العجر تقفل تمام؟ يعني لازم تتكلم معاه نفهم تفهم منه هو مش نازل من بطنهم ويقول شكل للبيع يعني أكيد حصلت حاجات طلع منها التصرفات بالتالي الحوار هو أول أدوات التربية السليمة نكلموا كده بندية كأنك زيك زيه لو ولدك أشقية ومهايبارين أنا عارف إنه صعب بس حاول توصل لأصل المشكلة بالحوار ومش لازم الحوار يتم في وقت المشكلة ممكن في وقت أنسب أنت بقى هو سنسك حاجة كمان المكافئات إيه اللي بيحصل لو كفئة العيال على كل حاجة وعلى أي حاجة عمال على بطن مثلاً بنتك تعبانة هتاخد حقنا كل يوم لمدة أسبوع حلب قدي لها فلوس عشان تاخد الحق قدت الحقنا خلاص حلب يجيب لها موبايل بقى من أبو سبع كاميرات عشان ترضى تطلع إيد الدكتور من بقها أفرجت عن إيد الدكتور خلاص ورجعتها له امضلها بقى الشيك على بياط عشان تبطل لأنا الزن دي كده ما بقتش مكافئة كده بقت رشاو ما تستسلمش للزن أبداً وتهين قرشك أسهل لأ الطريقة دي غلط لو في حاجة هنطلع بيها من أدوات التربية الحديثة فلازم نلغي النوتي كورنر ده خالص يعني إعقب ابني أنه يقعد على الليزي بوي لحد ما يعرف غلطه ما تجيب له عصير أنا ناس وحد يعمل له مساج بالمرة عشان يعرف غلطه ما قد أنا حب أعرف غلطه مع عمر ما هيعرفه المفروض بدل الإعقاب ما يبقى إنه قاعد في قوضة بعيد لوحده من غير ما يفهم ولا يحس إننا جنبه اللي هو بنسميه لا لا تعالي يا ما بقى خليه أقعد هنا تعالي نفهم السبب شوف إيه سبب اللي إنت عمله تعلمه بالمرة إزاي يتعامل مع مشاكله والأهم إزاي يتعامل مع مشاعره معايشة المواقف أداة تربية بتجيب من الداخل إنك تعمل مواقف عشان تعلم ابنك حاجة أو تجاوبه على سؤال كان عنده زي مثلا ما بنعمل ساعات إيه باللعب كده بنعمل إن إحنا عند الدكتور أو هنقابل حد لأول مرة يلا تعالي نمثلها مع بعض طب أنا هتضيف وإنت اللي جاي ممكن كمان لو ابنك مثلا مش عاكبه إنك بتروح الشغل وشعيفة حاجة ما ليهاش لازمة خليه جرب لو بابا وماما ما بيشتغلوش روحوا مرة الصوبة الماركت مثلا وخليه يختار كل نفسه فيه ويروح عند الكشير من غير فلوس ساعتها طبعا الإبن هيعرف ليه شغل بابا وماما مؤمن إحنا بقى هنلعب ببقى لعبة التمثيل أوكي ليه أوحش حاجة بنعمل إحنا التلاتة أوكي أوه طب ايه أه طب ايه أنا عايزة جيبل البلايستيشن شايف أنا عايزة دي تصرف بقى بابا 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 أنا عايزة اللعبة دي عندنا واحد الزيافة دي لا بس التانية بينك دي سيلفر المرة الجاية ليه يا كنت موش الجبلة جدا سمحت يا أستاذ عشان ده الكشير ففي زباين ورانا لو هتتكلم لابن حضرتك بابا لو سمحت لا ما عليش دعوة أنا عايزة اللعبة دي اتكلم يا عدن مع ممتك ربي إيه بقى أنا ما شفتش تفلي بتصرف كده أبدا أنا آسف ربي إيه ربي إيه ما تعييتش شو ما أنا أشبع أنا أختي بتجيب لها كل حاجة طب هي بتعمل معاك إيه بقى لما بتعمل مش عايزة تشتريك لا يعني لا يا إيد طيب نلعب حاجة تانية أهلاً 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 ربك حبيبي إيه زي شوف ماشا أغلبه بس كبر جداً إزاي اي ده وحش قوي يا لا 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 أنا أنا آسف جداً لا أمش عايزة تشوف المنظر ده ما ينفعش كده كلي كلي ما ينفعش ما ينفعش إيه الإحرق ده عن إذنكم وأنا أخش عاية في البلكونة أنا عايز عايزة جيب أكل من بره ما ينفعش لو عاوز يعمل بيبي هنا بره في الجنينة قصة ربي قوله قوله إن إحنا هنروح باي ونجيب ساندويت شابل طب نقلي بيد أنا عاصل عندي مغص طب أنا لا أنا عامل بقى أكل مخصوص المغص أنا عامل كيكة عشاب لا 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 خلاص عجينينا بقى بابا أنا مش حامل يومك النهاردة ليه؟ عشان صبايا واجهاني إنتي عمليه دلوقتي علشان لما تخلصي تعاضي بالليل تتفرجي على التلفزيون براحة طب بستهول مسلسل شغلت دلوقتي دلوقتي لو ملحقتوش مش هعرف أتفرج عليه هيمش الكلام هنوكنا بصراحة ممكن حضراتك نخص؟ أنا أعاسف طبعا أعاسف جداً تفضلي أعاسف أعاسف ما عليش يا فندم أنا أعاسف أنا بقص الزرع فأسمعت الكلام والله أنا مش أصلي حاجة أنا جاركم هنا في الشليل اللي وراكم اللي حصل لأ أنا شط الكرة ببوز الجزمة بقصرة الإزاز بس أنا مكنت شقص لأ حضرتك مش عرفت ربي دي موضوع تاني طب يعني إزاز لأ مغر أصده أسف له قالت أسف له ساري أنا مش مشكلتي في الفلوس لأ أنا أتعامل حلو مش هخليك تأكل الكيكة بتاعتك اللي أنت بقبلتها شبط بي مش معقول لأ أمه ومرفن يا فندم ده أعرف على فكرة حضرتك اللي هو بيعمله دمش لا توصلش للدعم يعني عايزه يعمل يعني عايزه يعمل يعني عايزه يعمل إيه؟ طلعه مش عالين اللي بقصة 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 يعني عايزه يعمل لك إيه؟ انتية إيه أداة الاختيارات المحدودة ابنك يحب البدايل زي أيane فهو كده يحب يبدل اللي اخترتهوله وخلص بتعمله على الفطار الأبيض؟ لأ أنا كنت عايز جبنة تعمل له جبنة وأقولك أنا كنت عايز كورنفلكس تعمل له جبنة وكورنفلكس وبيض أقولك إيه دا يا عه إيه الأخباطة Heat الألف ده لكن السيدة المضيفة اللي على الطيارة بتقول لك إيه؟ بتقول لك بيف كورتشيكين خلصت المضيفة بتربي أحسن مننا أنا بنزل من الطيارة متربي والله العظيم أداة تربية ممتازة مع أن المضيفة ممكن يبقى عندها فش جوه فيه سمك لكن أهو أنت بتختاره وتأكل وتحس أنك أنت مالك زمانك أنا اللي اخترت البيف بتاعي اعمل كده معطنك بسه تدي له اختيارين اللي تنين ما عندكش فيهم مانع ومناسبين ومفيك ديك ما أنت مش السحر ماتحط برضو يعني هتدي له ست اختيارات منين إحنا أكيد عندنا حدود معينة وفي نفس الوقت بالاختيارات المحدودة اللي انت بتزقه في السكة اللي هي تناسبه واللي انت فعلاً عايزه يعمله طبعاً كلنا عارفين أعظم أداة تربية من غير مجهود لا يا فندي مش الشفشف لا ده فيه مجهود فيه ملخة في الدراع لأنه لو فلت بيبقى مش حلوة لكن أعظم أداة تربية من غير مجهود الحضن أهو ده لها محتاج ترتيب ولا محتاج تعليم أداة تربية بلتقن جوانا كلنا لو ابنك متعصب اطلب منه يحضنك هيجري يجري وراه اطلب منه حضن هيجري تجري زن عليه خد حقك دوّقه من كاس الزن اللي هو بيعمله أول ما يهدى بقى ويحضنك انتوا كي لا جبتوا من الاخد وبقيتوا أحسن انتوا الاتنين مش هو بس بحبك يا أبي تسرقنا الدنيا وتاخدنا من بعض ساعات وتروح أوقاتنا وموعدنا بس ينفي شاشات تسحبنا الأيام تبعدنا وتعمل مسافات ونضيع على بعض بإدنا أجمال أوقات تسيبك مزحمة الكتابة وشوف من الحوالي تسيبك مزحمة الكتابة تسيبك مزحمة الكتابة تسيبك مزحمة الكتابة تسيبك مزحمة الكتابة هذا البرنامج برعاية تسيبك مزحمة الكتابة